أم علي من قطر تقول عندي ابن ذهب إلى العمرة وبعد العمرة نسي أن يقصر شعر رأسه ولبس ثيابه العادية وكذا تقول تذكر فقلت له ارجع البس ثيابك وقصر وفعل هذا الشيء هل علي شيء في مثل هذا الحالة أم علي بارك الله فيك أحسنت حينما أرشدته إلى الفعل الصحيح وهو أن أي إنسان ذهب إلى العمرة ثم نسي أن يقصر شعر رأسه نسيانا والنسيان عارض من عوارض الأهلية يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يرجع يخلع الملابس من جديد يتجرد عن المخيط ويحصل عن رأسه مثلا إذا كان وضع طاقية ولا غترة ولا شماق ولا شيء وبعدين يقصر شعر رأسه ولا شيء عليه في مثل هذه الحالة لكن لو أنه قصر وهو لابس ملابسه لا عليه فدية لكن أنت أحسنت حينما أرشدته إلى مثل هذا واستجاب والحمد لله ترجمة نانسي قنقر